هذا قد أعلنت وزارة السحة الفلسطينية استشهاد 232 فلسطينيا وإصابة قرابة 1700 آخرين في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة كما استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن غرب رامالة يتي هذا فيما تواصل القوات الإسرائيلية قصفها لمناطق في القطاع بعد تعرض المستوطنات المحيطة بغزة لقصف واشتباكات من جانب الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيث دمرت طائرات الاحتلال برج فلسطين السكني بالكامل في قطاع غزة والذي يعد أحد أكبر الأبراج السكنية فضلا عن استهداف عدد من منازل المدنيين في القطاع وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت عن إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل والمستوطنات المحيطة بغزة ما أصفر بحسب وكالة رويترز للأنباء عن مقتل مئتي إسرائيلي على الأقل وإصابة أكثر من ألف ومئة آخرين هذا وأعلنت سلطات الاحتلال لحالة التأهب واستدعاء قوات الاحتياط إترى الأحداث الراهنة